هنسمع الجملة دي ونكتابها وبعد كده نقولها سوا المعنى الحرفي للجملة سوف نعبر الجسر عندما نصل إليه لكن المعنى اللي احنا عايزينه هنحل المشكلة لما نقبلها بلاش تقلق من المشاكل المستقبلية لما تحصل هنحلها لا داعي لاستباق الأمور ترجمة ممتازة جدا كما فعلت نضيفا أعطف الأمور أعطف الأمور أعطف الأمور أعطف الأمور أعطف الأمور ودي معناها ايه يا تارا ايه يا تارا ايوه افتكرت يعني فجأة وبدون مقدمات هو فجأة وبدون مقدمات قرر يهاجر ليه ما نعرفش يبقى out of the blue يعني فجأة بدون سابق انذار وانا سايق على الطريق السريع فجأة كده وبدون سابق انذار لقيت غزال قدامي خبر سود ها وبعدين ايه اللي حصل لا ده بقى نعرفه بعدين ان شاء الله اسمعوا معايا الجملة دي وهنعرفها سوا هل عرفتم الجملة بمفردكم ايها الغلمان والفتيان والفتيات انت مخطئ تماما مخطئ للغاية انت مخطئ للغاية طيب يا ترى ازاي نقول لحد تفائل خليك متفائل خدنا حاجة قبل كده والنهاردة هلاخد حاجات تانية cheer up ودي معناها تفائل والجملة اللي كانت قبل كده keep your chin up keep your chin up keep your chin up cheer 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 up اسمعوا الجملة دي معايا وقلوا لي معناها ايه time goes by so fast 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 الوقت يمر بسرعة فائقة والله وانتو كمان القاعدة منكم ميتش بعش منها اسمعوا الجملة تاني خلاص هزرنا طول الفيديو اسمعوا الجملة الصعبة دي بقى بتقول ايه ما تفهمنيش غلط احنا خدنا جملة قبلها شبهة ما تفهمنيش غلط طول عمركم بتفهموني غلط ازاي نقول انت بترتكب خطأ فادح ازاي بقى ها بص بنقولها ازاي انت بترتكب خطأ فادح طبعا احنا مش بننطق بالطريقة دي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تعالوا نسمع الجملة دي وبعد نعرف ايه هي اهلا بكم في قناة الجزيرة جملة بسيطة وسهلة من كلمتين بس كلمتين وبس صحيح تماما معك حق طيب هنسمع الجملة دي سوا وهنحاول نكتبها صح غلط مفيش اي مشكلة ودي معناها القشة التي قسمت ظهر لها البعير يعني ايه يعني واحد بيغلط يغلط يغلط هتيجي في غلطة معينة تقول له خلاص كده دي غلطتك الاخيرة معي ومعودتش هصبر عليك تاني سلسلة من الاخطاء المتتالية وبتيجي في غلط منهم خلاص ما بقاش عندك صبر دي القشة اللي قطمت ظهر البعير دلوقتي هنسمع الجملة دي وهنعمل ايه اللي هتسمعه هتكتبه اللي هيسمع ترابات تا تي اكتبها في التعليقات مفيش مشكلة مش سمعتها كده خلاص المهم انك تكتب اللي هتسمعه وبعد كده نعرفها سوا اشتركوا في القناة وأجمل ترجمة للجملة دي علمي علمك انا برضو ما عرفش ده مصطلح دارج احنا بنستخدمه كتير جدا للدلال على اني ما عرفش الجواب علمي علمك انت ما تعرفش وانا برضو ما عرفش لو سمحت يا استاذ بقولك ايه هو القطر اللي جاي هيوصل امتى لا والله ما عرفش علمي علمك خلاص كده ميش ايزي دازد ايزي دازد على مهلك بالروحة ايزي دازد على مهلك بالروحة كده عشان ما نسببش ضرر لله قدامنا ايزي دازد ايزي دازد ايزي دازد ايزي دازد يا صباح الورد لو اول مرة تشوفني انا اسمي محمد سلام والقناة دي اسماها متعة التعليم هتسمعوا القملة دي وهتكتبوها لوحدوكو وبعد كده نقولها سوا ودي معناها هو قفل الخط في وشي غالبا بنستخدمها لوحد قفل في وشك في نص المكالمة ركز كده هو قفل في وش الخط الحيوان ده تعالوا نسمعي الجملة دي وهنعرفها لوحدنا وبعد نقولها سوا بالمناسبة كتابتك للجملة بتخليها تثبت اكتر حتى لو الاسبيلينج غلط الاهم انك تكتب عشان الجملة تثبت الجملة دي معناها الحرفي شفتايا مغلقتان لكن مجازا سرك في بير وده المعنى اللي همنا سرك في بير اوعدك ان انا مش هقول سرك لأي حد من فضلك ما تقولوش انك شفتني هنا اتطمن سرك في بير سرك في بير يلا يا حلوين اسمعي الجملة دي وهتكتبوها لوحدك وبعدين نعرفها سوا بحملك المسئولية المسئولية لو الولد منجحش في الامتحان انا بحملك انت المسئولية سمعوا معي الجملة دي كده واعرفوا لوحدكم ودي معناها عادي مش مشكلة مش حوار بابا في خمسة جنيه ضاعت مني وانا بشتريك الحاجة عادي يا ابني ولا همك مش حوار يعني مش حوار انا غيرت رأيي انا كنت بحسبها شريرة جدا في الاول لكن دلوقتي غيرت رأيي طلعت طيبة بجد تحب تنضم لينا؟ لو بتعمله اي حاجة وفي حد قاعد على جنبه ممكن تقوله تحب تنضم لينا؟ يا طرح ازاي نقول لا شيء يأتي بالمجان مفيش حاجة ببلاش والجملة دي صح جدا انت حتى شخصيا دلوقتي وانت بتتعلم انجليش بتدفع حاجة بتدفع وقت وبتدفع مجهود مش هتحصل على حاجة ببلاش ابدا يبقى بلاش تنتظر من الحياة اللي احنا عايشين فيها دي اي حاجة بالمجان اي حاجة في الحياة دي يا اما هتدفع فيها فلوس يا اما هتدفع فيها مجهود يا اما هتدفع فيها صبر لازم تدفع هتدفع يعني هتدفع جميل جدا اسمعوا بقى معي الجملة دي ونعرف ايه هي ودي معناها هترجع من شغلك امتى هتخلص شغلك امتى هتخلص شغلك امتى هتخلص شغلك امتى او هترجع من شغلك امتى طيب لو انت عايز تسأل حد هو انت لسه صاحي اما زلت مستيقظا يا ترى ازاي نسألها اما زلت مستيقظا لسه صاحي ما نعمتش يعني عايزك تخلي بالك وانت بتسمع ممكن ما تسمعش صحي جدا مافيش اي مشكلة انت لسه صاحي طيب ازاي تقول لحد هو انت بتدور على حاجة هل تبحث عن شيء ما ازاي نقولها انت بتدور على حاجة هل تبحث عن شيء ما عايزك تسمعوا معي الجملة دي وتعرفوا لوحدك وبعد ان نقولها سوا جملة زي دي ممكن تستخدمها لوحد بيديك وعايز تقوله كفاية توقف عن فعل ذلك يلا اسمعوا الجملة تانية هتسمعوا معي الجملة دي وتعرفوها لوحدك وهتلاقوا اجابتها في نهاية الفيديو خالص هتسمعوا معي الجملة؟ هتسمعوا معي الجملة؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ازاي بقى ننطق كلمة مية نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر بماذا تنصح أو بماذا توصي تقدر تستخدم الجملة دي لما تكون عايز من حد اقتراح مثلا بطبق كويس لما تدخل مطعم أكلا بطبق كويسة عارف إنه طعمها حلو فأنت بتقول له نصيحتك إيه اقتراحك إيه تعالوا نسمع الجملة اللي بعديها الخيار لك والطماطم ليا خلونا نشوف الجملة اللي بعديها سوا ودي معناها أنا رايحة نام نشوف الجملة اللي بعديها ودي معناها املأ هذه الاستمارة ودي الوقت هتعرف السؤال دا لوحدك وهتلاقي إيقابته في نهاية الفيديو ترجمة نشوف الجملة But what do you recommend what do you recommend what do you recommend What do you recommend Can I get a bottle of water please fill out this form fill Out this form Fill out this form اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدا جمل في غاية الروعة بس محتاجة تركيز من اهم الجمل اللي هنعرفها النهاردة انغاب القط العب يفار يوم ليك ويوم عليك رب ضرة النافعة جبنا سرط القط جه نط وجمل تانية كتير لو اول مرة تشوف فيديو ليا انا اسمي محمد سلام والقناة دي اسمها متعة التعليم طيب ازاي اقول لحد انا بسمع لك كويس اوي كل اذان صاغية الجملة دي بنقولها لما بتدلل على انك مستمع جيد جدا بتستمع بكل حرص انطقها كل اذان صاغية طيب يا تار ازاي نقول جبنا سرط القط جه ينط جبنا سرط القط جه ينط اوقات كتير نبقى بنتكلم وبنذكر شخص معين ففجأة ييجي فبنقول جبنا سرط القط جه ينط او كمان بنقول يارتنا جبنا سرط مليون جنيه يبقى الجملة دي بتستخدمها لما بتجيب سرط حد وبيظهر على غير المتوقع ديفل يعني الشيطان ديفل ونفهم من كده ان الجملة دي مجازية يعني مش بنترجم ترجمة حرفية سبيكا ذا ديفل عايز تنطق الجملة بشكل سريع قول سبيكا ذا ديفل بدل سبيك اوف سبيكا سبيكا ذا ديفل جبنا سرط القط جه ينط جه ينطق الجملة بشكل سريع جه ينطق الجملة بشكل سريع أحد جه ينطق الجملة بشكل سريع eat your heart out eat your heart out مونة متغيظا اتفرسي غالبا الجملة دي بتستخدمها وانت بتهزر حد مثلا قالك صوتك وحش فتقوله اتفرس يا فلان انا خدت المركز الاول في الغنى والجملة دي غالبا بتكون مسبوقة او مدبوعة باسم الشخص احمد متغيظا ياسمين اتفرسي وهكذا eat your heart out heart ممكن ننطاها ايه hard hard out ما تنطاقش التي بتاعت out eat your heart out وزي ما اتفقنا مسبوقة او مدبوعة باسم الشخص متغيظا يا فلان براندو eat your heart out براندو eat your heart out براندو eat your heart out اريو uit your heart out طيب اسمع معايا الجملة دي كده واعرفها لوحدك قبل ما اقولها لك صعبة مش كده طيب كمل معايا وانت هتحس قدي ايه الجملة بقت سهلة محدش يتخض خلونا نعرف معنى الجملة الاول وانا هخليك تنطقها زيه بالزبط الجملة معناها خلي عينك على اختك وانا راجح حالا دي معناها خلي عينك على شخص او حاجة معينة يعني تاخد بالك منه كويس قوي زي ما اي ام ممكن تقول لابنها خلي بالك من اخوك الصغير انا خرج ورجع على طول ركز بقى معايا او في النطق بدل ما نقول انطقها ازاي احنا ما بنخليش فاصل بين كل الكلمة والتانية بدل ما بنقول لا احنا عرف نختصار ايه وبتتنطق ايل وبنختصرها اكتر كمان وبننطقها بقت اسهل كتير قوي مش كده طيب اكيد دلوقتي لما تسمعوا الثلاث جمل دول هتعرفون لوحدك ومش محتاجة اي كلام صح كده جرب كده واسمع طيب رائع اسمع الجملة دي كمان وقول لي معنى هاي يوين سم يوز سم يوين سم يوز سم طيب الجملة دي معنى هاي يومليك ويماليك مش كل امك يومليك ويماليك ولو حد قل صوتك وحش هقول له ايه اتغيضا يا فلان انا صوتي زي العسل يوين سم يوز سم يومليك ويماليك الحياة فيها فشل ونجاح مكسب وخسارة طيب يا ترى ازاي تقول رب ضارة النافعة رب ضارة النافعة المعنى الحرفي دي نعمة متنكرة او مقنعة لكن خلونا نصخها بشكل افضل رب ضارة النافعة يعني اللي انت شايفه محنة هو منحة بتستخدمها مع شخص لما يحصل له مشكلة معينة انت فقدت وظيفتك اه بس رب ضارة النافعة ممكن يجيلك شغل احسن طيب خلونا نسمع الجملة دي ونعرفها لوحدنا قبل ما نشوف الايجابة ودي معناها انا مش مهتم اطلاقا لا اكتارث ودايما بتقال بطريقة غاضبة شوية بطريقة واقحة شوية يعني لو صديقك مثلا قالك انا اشتريت عربية بسبع مليون جنيه هتقول له ايه انا مش مهتم لا بعربيتك ولا بفلوسك غرفي ده يا بقى طيب يا ترى ازاي نقول انغيب القط لعب يفار انغيب القط لعب يفار اللي مش عارف معنى المثال الداب العربي او اي حتى مثال تاني هتلاقي الشرح في صندوق الوصف طيب دلوقتي هتسمع الجملتين دول هتعرفهم لوحدك هتكتبهم في التعليقات وهتلاقي الاجابة في نهاية الفيديو خالص بعد ما نسمع كل الجمل تاني الفيديو بتاع النهاردة محتاج مراجعة اكتر من مرة عشان يثبت كويس اوي بتاع accться الفيديو بتاع randomized الفيديو بتاع receptor يا عميز هتكتبت ترجمة 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 نانسي قنقر 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 I'll be right back ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لدي الكثير من الأعمال ترجمة نانسي قنقر I'll be right back الناسي قنقر ترجمة نانسي قنقر